اوكي هلأ عنا موضوع اسمه الثرات انتليجنز بيكون في عنا انتروجن كيل تشين and intelligence driven computer network defense اول شي حنعرف شو هو الادفانس بيرسستانت ثرات وايش هو الانتليجنز driven computer network defense و الادفرساريال modeling and behavior و الكوست benefit evaluation and information superiority اوكي او الثرات انتليجنز شو معناها او مخصود فيها او الثرات انتليجنز is evidence-based knowledge that a threat can be used to inform decisions regarding the response to that threat انو لو عندي a threat شو الديسجنز اللي لازم اتخذها عشان عشان احل مشكلة لثرت هادة فهدا هو الذكاء اللي احنا we refer to so it includes details of the motivation intent and capabilities of threat actors so اول شي عشان يكون عنا ثرت انتليجنز لازم نعرف شو النوايا وهي الشغلات تبعت الادفرساري يعني لازم ندرس موضوع company و ايش الثرات اللي على هاي company so عنا هونا uh input internal and external intelligence جوه cyber kill chain هاي هي intrusion kill chain هي رح ندرسها وبعدين هونا ال action ال action اللي منسوي based on هاي الانتليجنز فا اول شي عنا ال actions so oops اوك اول شي عنا ال analysis اللي هي identifying patterns فا بتكون اجوبة على السؤال الاسئلة mélه ماذا هي اس وعنا ما اطوات محور ما هي слово هيدا هاي تقريبا نفس الشيء يعني بعد ما نحدد شو هو الاشي اللي هو بدويا يعني ليش هو بدويا وهاي الاشياء بتساعدنا انه نحمي الاشياء اللي ممكن انها تنسى يعني اوكي يعني مثلا اذا هو بدو داتا ممكن السبب انه هو بدو فلوس فبيكون يعني بدو يعمل اش سموها رانسوم بطلب رانسوم فدية زي فدية يعني فالاناليسيس او الادنتفاين باترنز هو انو نحدد هاي الاشياء يعني اه في الشركة هاي ايش اللي دائما فيها الثريت وهيك يعني اه يكون فيه باترن اه بتبع الادفرسري فمندرس هادا الاشي ريكونستركشن انو كيف نعدل السايبر كلتشين بحيث انو ما يصير نفس الاتاك اللي صار من قبل فاحنا نعمل اناليز للاتاك اللي صارت من قبل بعدين منتخذ اجراءات بتمنع هادا الشي يصير بالمستقبل لانه احنا مندرس نعمل اناليز ومندرس ايش الخطوات او ايش الباترن اللي سوالها الفولو الادفرسري بعدين منسوي اه ديفنسيب اكشنز السايبر كلتشين اناليزيز قايد اندرس تاندين او وات انفرميشن is available فور ديفنسيب اكشنز يعني الاناليزيز تعطينا الانفرميشن اللي رح نحتاجها عشان نختار الديفنسيب اكشنز انتروجن ريكونستركشن يعني احنا عنا انتروجن ديكشن منسوي الها ريكونستركشن ومنعدل عليها على اساس الاناليزيز بعدين بعدين الثرات لاندسكيب فيجيليانز الفكرة هون انه الاندسكيب هلا ايش يعني فيجيليانز خلنا نشوف كيبيل كيبيل اعني ترغيق لاندسكيب لانه الاندسكيب يزيييو لانسكيب is always changing. هاي درسنا بالبريف ياس بريف ياس لكشورز ان ان الثريت لانسكيب تبعا كل شرك دائما في تغير فاحنا ايش ما نسوي we have to keep alert of this changes in the landscape بعدين عنا رزيليانس هو defend against advanced persistent threats advanced persistent threats هاي رح ندرسها في next slide ومهمة لانه ال ال الطريقة الوحيدة انه ينجح ويقدر ياخد ايش وبدو هو انه يكون persistent دائما احنا بعلمونا يعني الpersistence always gives you what you want صح so if we have a persistent threat advanced persistent threat هلا من ندرسها the antidote to advanced persistent threat is a resilient defense فلما نكون الانتدوت يعني العلاج صح العلاج تبع advanced persistent threat هو بسموه resilient defense فلما احنا نكون رزيليانس فلما احنا نكون رزيليانس من نمنا الادفانس persistent threats the cure okay the cure of this who are resilient defense measure the effectiveness of your countermeasures against the threats okay ومنعمل measuring okay منعالج مشكلة the apt ومنعمل measuring هل احنا قبلينا حسن في الاستخدام اللي احنا سوينا بالخطوات اللي اتبعناها من قبل حسن 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 بعدين عنا تعريف الادفانس persistent threats هو type of threat deployed by stealthy threat actor oops okay 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 احنا كنا نقرأ ان aapt is a type of threat deployed by stealthy threat actor typically a nation state or non state sponsored group which gains unauthorized access to a company computer network and remains undetected for an extended period of time so the idea in they are the ones who stay manage to get in the system and stay hidden and undetected and in this way they can achieve their goal and this is how a threat a threat actor can achieve his goal typically typically a nation state or non state state sponsored group okay so and groups and i think we're gonna study this later the groups that gain access and standard antivirus and mall or malware technology fails to detect advanced persistent threats two to two flawed assumptions one response should happen after the point of compromise so the idea is we have to detect a threat we have to detect the threat actor before before he manages to enter a system and because once he enters follows you need it's you need this is very bad once he enters okay then no after he enters all that's left is the action all that's left he the last step for the threat actor is the action so he should be detected before he enters the system and not uh you need the response should be before this not at the point of compromise because once this happens halos is already inside the compromise was the result of a flexible of a fixable flaw okay you know and they have to fix so hi it's a flawed assumption that the compromise was the result of a fixable flaw okay i don't get this but maybe we will get it later on advanced persistent threats last over significant period of time this is why they are persistent they evade conventional firewall and anti-firus capabilities so they can hide and enable adversaries to harvest sensitive information okay and they succeed because they adopt advanced tools they have customized malware and they use zero-day exploits okay so okay so we're going to show zero-day exploits uh 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 ما بيكون لها باترن مسبق يعني هون we find patterns identify patterns اوكي الاترن اللي نعمل لها identify بتكون اكيد طبعا بتكون about previous threats لما الثرات تصير لأول مرة about previous attacks عفوا فبهاي الطريقة بنقدر نتجنب انو الاتاك تصير مرة تانية لكن ال zero day attack هو الاتاك اللي ما صارت من قبل so اوكي so and then عنا antivirus and patching cannot detect mitigate or mitigate او يعني zero day exploits اصلا ما في pattern مسيغ فكيف رح يعملها detect وما بعرف هاي الbehavior ما شافها من قبل فكيف حيعرف انها هاي intruder اه و customized i think اه مش standard فبهاي الطريقة اه ممكن يكون متغير فما له pattern مسبق كمان اه او مثلا اه بغيروا اشي معين فبصير بصير customized بس اي ثنك هاي صعبة لانه اه الشخص لازم يعمل كتير مجهود فهي has to really want to get in uh intrusions require an evolution in analysis process and technology او هادي اي ثنك هاي يعني threat knowledge انه لما يكون عنا evolution in analysis process and technology منسميه threat knowledge عنا اه 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 صفحة تلاتة بتقول انه they require a new understanding of the intrusions themselves not as singular effects but rather as phased progressions فهلا احنا قلنا عن zero day attacks exploits هلا اه originally we detect patterns بس ايش صغير تغير خلص يعني مرح ندل نسوي له detect فالفكرة انه بدنا نفهم ال behavior ككل ايش ال behavior اللي ممكن يكون attack حتى لو ما شفنا من قبل حتى لو ما we didn't see this behavior before but we can detect it's an attack by the weird behavior or something like that i think so it requires new understanding of intrusions as phased progressions عشان نقدر نعمل detect the advanced persistent threats all apt actors attempt intrusion after intrusion adjusting their operations based on the success or failure of each attempt they require resource and time they reuse previous tactics reduces the cost so زين ما حكيت لما يغيروا ويقعد يعملوا attack that is custom for يعني مثلا مثلا كل شركة لها نوع system معين صح؟ فالattack already established before sometimes لما الواحد يغير السيستم تبعته بتطر التاكر انه بتطر يغير الكود تبعه بس this takes a lot of resources time and cost ف what they do is they reuse previous tactics it reduces the cost any repetition by the adversary is a fingerprint that defenders must recognize and leverage فهلا هما بعدل الكود صح؟ based on system صح؟ الفكرة انه حتى لما يعدل الكود بيكون الاتاكر عنده fingerprint يعني طريقة كتابته يعني زي مثلا كل كاتب عنده طريقة كتابته لو قرأتوا كتير كتب من كاتب واحد حتلاحظوا انه من كتابته حتصيروا تفهموا كيف هو يعني كيف اسلوبه ف هاي الفكرة انه there's a fingerprint such adversaries have no inherent advantage over defenders اوكي اش اش المقصود فيها هاي لش حطينا ها خلنا نعمل اش يعني بس اش أصدهم يعني هادار اوكي صح اذا خربت اذا عملت بلوك في هاي step 5 then the adversary can never intrude it's really 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 hard to identify the attacker to identify the attacker at the initial stage but must complete in order to achieve their objective and it illustrates that adversary must progress successfully through each stage before it can achieve the desired object but just one mitigation disrupts the chain and adversary to cyber kill chain cyber kill chain 2 so 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 the adversary's action ونعمل له modeling للادفرساريال intelligence recognize identify the targets وهاي صعبة قلنا انو صعب نعمل identify the target weaponization prepare the operation delivery launch the operation exploitation gain access to victim so هلا انتو حتفكروا انو كيف يعني he gained access to the victim so if he gains access but cannot really control the implant then it's useless يعني he's in but he's not doing anything installation is gain persistence inside the victim هو انا بسيق بنقرب للمشكلة لانو command and control is when he can actually control the implants actions and objectives is when he achieves the mission's goals so we have to block يعني this from happening you know the actions هلا احنا في ستب 1 اللي هي reconnaissance خاني نشوف كيف تنحكا والله نشوف و ركواني ستب 0 ركواني ستب 4 ركواني ستب 9 ها الأ呼 speech OK كيف تنحكين المقصود فيها إنه يعني مثلا شو إيميل الشخص اللي بدي أعمله هدول هم التاركت ستعونه زي هيك لو بده مثلا شرك معينة بياخد إيميلات هدول الناس بعملهم ايدنتفاي بعمل كولكت للبريس ريليسز كونتراكت اوارد كونفرنس اتندي لست ودسكفر انترنت فيسنج سيرفرس أظن هاي مقصود فيها إنه ايش الكنيكتد في النتورك تبعها فthey want to exploit هاد الاشي الديفندر بده يعمل ديتكت هونه إسفري ديفيكالت بات ونديفندرس ديسكوفر ريكون إيش بيعمل الدفندر إحنا الدفندرز نعمل إليم التواق85ال إلى أجراء والناس بضع كتاب المحلل الخاص為 بيعمل يبدأ جهازك في تعملд التعالي build detections for browsing behavior behaviors unique to reconnaissance 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 prioritize defenses around particular technologies or people based on Recon activity okay so we collect logs try to collaborate with web administries and build detections for browsing behaviors prioritize defenses around particular technologies for people based on recon activities. بعدين step 2 اللي هي الويبونيزاتيشن هسه هنا مكتوب انه اول اشي خلالي روح step by step. coupling a remote access trojan with an exploit into a deliverable payload typically by means of an automated tool اللي هي الويبونيزر. deliverable payload هو بكون زي اشي ببعتوا على الايميل ممكن يكون pdf ادوب ال pdf هذا او microsoft office documents serve as weaponized deliverable الادفرسري اش بيعمل اه it's preferred by coupling malware generation and exploitation into a deliverable payload. فالتروجان مقصود فيها انه يعني انا ما بروح ببعت المالوير للشخص طبعا يعني او انا ببعت له اشي ببعت له اشي اه زي فايل وجواته بيكون المالوير. فالفايل هذا اللي جواته بيكون المالوير بيكون اسمه تروجان. لانه التروجان مقصود فيها انه اشي زي 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 اه زي اه شو بيسموه يعني زي الشنطة اللي جواها المالوير يعني هي بس اه طريقة توصيل بيكون طريقة توصيل المالوير بطريقة نافعة. اوكي فالتروجان نفسه هو بس مجرد فايل لكن بيكون جواته المشكلة جواته لما يجي الشخص. يعني لو انا عندي تروجان بكمبيوتري ما حيصير اشي بس لو انا كبست عليه ونزلت لهاي كبست عليه خلص بينزل المالوير. فالأكشن اللي بحولي يسويها الادفرسري انه Ochain a Weaponizer either in-house or Obtain through public or private channels. For file based exploits select Decoi Document to present to the victim select a backdoor implant and an appropriate command and control infrastructure for operation طيب وكملت the backdoor and weaponize the payload فالفكر هنا انه دي weaponize the payload بيكون عنا payload اللي هو ال-pdf و somehow they make it an executable file executable file يعني ال-pdf بالاصل doesn't execute anything بس what the adversary does انه بيحول ال-pdf ل-executable file فانا بك بس pdf بروح بيسوي execute weaponization can not be detected but it can be inferred by analyzing malware artifacts so it can be inferred فا I understand بس خلن تأكد أكتر شو مقصود بالإنفرد can be can be deducted or can be concluded can be okay يعني ما بهم they cannot detect this file is it executable ولا pdf but they can conclude it is يعني by seeing the email وهيك ممكن يعني يخمنوا أنه أكيد هذا executable file لأنه واضح من الإيميل وكذا عبان هيك المقصود conduct full malware analysis such as payload and malware structure and build detections for weaponizers keep updates on new payloads and analyze timeline of when malware was created relative to when it was used collect files and metadata for future analysis okay هلا عن delivery uh transmission of the weapon to the targeted environment three most relevant delivery vectors for weaponized payloads by advanced threat actors are email attachments websites and USB removable media so will adversary convey the malware to the target um convey the malware to the target on usb stick and the target will be malicious email web server will malware on usb stick social media interactions compromised websites with defender and this is the first and most opportunity for defenders to block the operation and this is the first step step three when you can email i think i think i think i think في هاي اللحظة بكون وصل email صح deliver بهاي الطريقة بقدر يشوفوا ويعملوا البلوك يعني مثلاً الإيميل ممكن يحطوا على السبام أو يحطوا في التراش هاي اللحظة هاي اللحظة هاي اللحظة هاي اللحظة opportunity and malware on usb stick our social media interactions our websites understand targeted servers and people there roles and responsibilities what information is available infer intent of comparison control team collect email and weblogs for forensic reconstruction after the weapon is delivered to the victim host exploitation triggers intruders code exploitation triggers intruders code most often exploitation targets an application or operating system vulnerability but it could also more simply exploit the users themselves or leverage an operating system feature that auto-executes code in this step the adversary and must exploit a vulnerability to gain access the phrase zero day refers to the exploit code used in just this step in actions in either software hardware or human vulnerability acquire or develop zero they exploit adversary triggered exploits or server-based vulnerability victim triggered exploits by opening attachment of malicious email or clicking a malicious link okay defender in traditional hardening measures add resiliency but custom capabilities are necessary to stop zero day exploits at this stage اكبر مشكلة لما يكون عنا zero day exploit لانه ما من قدر نسوي الهدى التكت فا ايش منعمل؟ we aware the people in the company that we should not press on attachments in the emails and also we have to make vulnerability scanning and penetration testing فاكرا درسناهم في أكبر ايش من الأشياء او الأشياء يعني من الأشياء من الأشياء من الأشياء من الأشياء من الأشياء للمشاهد بعدين عنا الendpoint process auditing to forensically determine the origin of exploit حانا بنحاول نعرف origin of this exploit خلصنا ال exploitation لما بنكبس على ال attachment وبيطلع ال executable code هلا بيكون عنا ال installation step so بيكون عنا installation of a remote access trojan on or backdoor on the victim system allows the adversary to maintain persistence inside the environment okay so hana خلص we install نزل نتروجة و هلا بيكون بيعمل install and the adversary installs a persistent backdoor or implant in the victim environment to maintain access for an extended period of time هلا الفكرة هون ان صحيح ان احنا كبسنا على الاتجمنت و كل شي بس ال adversary ما بيعرف انو احنا هيك سوانا okay so in this step what he does is install backdoor and implant on client victim and create point of persistence by adding services such as autoron keys some adversaries some adversaries time stomp the fire to make malware appear as if it is part of the standard operating system and stop okay and defender hp so we become an end point instrumentation to to detect and block installation activity or analyze the installation phase during more malware analysis to create new endpoint mitigations so the actions is to understand if malware requires administer privileges or only user and the process is auditing to discover abnormal file creations so i think احنا هلا لابتوبات الجديدة او مش لابتوبات الجديدة او مش لابتوبات الجديدة او الانتروجن they warn us ترا هذا الفائل مثلا طالب اكسس طالب اكسس طالب اكسس وكمان بيشيك اذا مثلا بيصير في تشييك انه ايش الفايلات الغريبة اللي بتنزل وهيك يعني انا اتذكر في مرة كنت انزل شي من النت او فيه اتذكر مرة فتحت ويبسايت وقال لي انه هذا الويبسايت بيعمل للداتا تبع كريديد كاردز وما بعرف شو فما دخلته بس لما افتحته من جوالي دخل فاكيد بيكون فيه يعني زي نوع من البروتكشن اللي من الكروم مثلا بيقدر يعمل انه هم عم يقرؤوا الكريديد كاردز وهاي الاشياء انا الحمد لله ما بحطها على الانترنت ما بسيفها احنا عملنا خلص الانستاليشن دخلنا على الاكسپلويتاشن سوينا لقينا الشخص وبعتنا له الايميل وسرنا احنا داخل الاسيستم هلا الكرم قعنا كومبرميزد هوست مست بي بي كون اوت باند تو ان انترنت كال كنترولر سيرفر توستابلش سيتو شانا اش مقصود بي سيتو يعني كماند ان control channel so the compromised hosts must be con shu hi must beacon yanni must outbound must travel away to an internet controller server to establish command and control channel ok so in in malware if him to an animal where we do only the heart he who will compromise host leader hand let me do where Hala command and control channel a shiny other yaml command and control will a PT malware requires manual interaction rather than automatic activity so let me let channel who hala joe system like a still not be a rough in the adversary not be a rough in who the hunt a system once the command control channel establishes okay an intruder have hands on the keyboard access inside the target environment okay and shannon or matanana let's imagine the scenario in you know an adversary i found my target i studied my target oh i studied his uh his uh his uh his يعني interests وهي الاشياء قدرت اعمل ايميل بيهمه يعني انا مثلا ما بينفع ابعت ايميل باربي لحدة مثلا لحد كبير بالعمر لحدة الدكتور مثلا ما بينفع ابعت لدكتور اه يعني اذا بدي اجي ابعت ايميل لدكتور لازم ابعت له مثلا ايميل عن conference proceeding فهو بروح بضغط فهلا انا عملت exploit بعدين هو بريح بريح برح بضغط على الفايل اللي انا عملت له اياها وبيعمل installation بعدين بيعمل installation اوكي على اللاب لوب تبعه وصرت انا جوه بس انا still i don't know انه انا جوه فا اي كانت دو anything يعني التروجن دخل عنده بس i can't do anything yet فا what i do is i try to find a channel احنا خلصنا installation هلا احنا what we have to do is try to find a way to control like a way to find an internet controller server يعني i have to find some channel i can enter and actually and actually احرك يعني هلا هذا الفايل الفايل هذا اللي نزل ايش بيكون الفايل بيكون عبارة عن مثلا keyboard controller اوكي هو بس keyboard controller ما بيسوي اشي يعني بدوني انا ما بيسوي اشي فبس لما انا الاقي channel وعمل access بقدر اتحكم بالكيبورد و once i gain مثلا administrative access i have access inside the environment and i can do anything i want in this step we're trying to find the command and control channel so the malware opens the command channel to enable the adversary to remotely manipulate the victim what he does is open a two-way communications channel to the c2 infrastructure and the most common command control channels are over web dns and email protocols the defender must must this is his last best chance last best chance to block the operation by blocking the command control channel if the adversaries can't issue commands defenders can can prevent impact okay يعني اذا كل هذا اللي من قبل صار ما في فايدة اذا ما دخل ال command control يعني يعني هيكون عنده مثلا control للkeyboard بس هي كانت really control it okay so the actions is to discover the c2 infrastructure through malware analysis and conduct an open source research to discover new adversary c2 infrastructure هاي i think مقصود فيه الاثيكال الاثيكال حاكك هلا اللاست ستب خلاص ده دس ان دس ستب يعني احنا منحاول انو انطلعه بس خلاص يجيند اكسس بس بدنا نقلل الخسائر فا the main goal is data exfiltration which involves collecting and encrypting and extracting information from the victim environment هاي طبعا الادفرسري والviolations of data integrity and or availability and potential upset objectives as well alternatively the intruders may only desire access to the initial victim box for use as a hub point to compromise additional systems and move laterally inside the network laterally means is from service to service so when he is moving from device to device and service to service i think he is in her lateral so the adversary has hands-on keyboard access intruders accomplish the mission's goal what happens next depends on who is on the keyboard okay اش رح يساوي هاي collect user credentials privilege escalation يعني يعني he works his way into accessing everything يعني user access بعدين administrative access بعدين ば Werder internal reconnaissance أو أو digo reconnaissance 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 lateral movement collect and exfiltrate data destroy systems over المترجم لي الإجتماعي بالدارة وإتعاليI الخصورة على ك 29 passar That pretentie olan إجاره ي Fusionا تستطيع الأل Maßائج رفوraktion فرا mailbox إجراء ايضا أعطار السكان معادي Kalauuggling executive engagement and communications plan. 1. Detect data exfiltration, unilateral movement, unauthorized credential usage 2. Forensic agents pre-deployed toеб S bots for rapid triage. the preliminary assessment of patients or causality I'll conduct a preliminary assessment of patients in order to determine the urgency of their need for treatment okay network package capture to recreate activity and conduct damage assessments what defenders can do given a specific kill chain okay so let us adopt the effect actions of detect deny disrupt degrade deceive and destroy from the OD and for me information operations doctrine okay so let's say standard or she who now I'm you know the first step in another normal detect using the web analytics is the final website I'll use it and we can now deny using the firewall acl weaponization weaponization we can use this one I think this one is going to be I think this one is going to be and NIDS will nips delivery because Anna the vigilant user proxy filter in line we can disrupt using an inline AV and we can degrade using queuing during the exploitation we have the HIDS and the we deny by patching and we disrupt by DEP and for the installation we also use the HID for the deny we use truth truth jail and the AV V for disrupt for the command control we have the NIDS firewall acl nips for disrupt and target for the create and DNS redirect actions on objectives how they detect we use the audit log and to degrade we use the quality of service and to deceive we use the honeypot oh I wish we so So . Hetic . 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 طيب فاحنا عدنا هلأ شرح أضان الACL اللي هو Firewall ACL اللي هو للديني آه أوكي Access Control Lists هاي برضو أخذناها على فكرة شرحتها في الComputer Network and Security أوكي الNIDS هي Network Based Intrution Detection System آه أوكي هاي يعني الNetwork Based Intrusion Detection System بتكون موجودة بالصحفي زي كابلز وويرات وهي الأشياء الNetwork Intrusion Detection System بتقدر تعمل identify للترافك اللي داخل طبعا اللي دايتا إزنكريبتد في هادا في هادا اللينك تبع الويرات لكن some traffic can be detected أوكي especially if it's آه لأنه بالنتورك آه لما الأشياء تنبعت في الNetwork Layer آه بيكون فيه مثلا الهيدر ما بيكون آه الهيدر وهاي الأشياء ما بتكون آه آه إزنكريبتد فممكن من من الاناليسيس تبع الهيدر وهاي الأشياء هاي المعلومات آه تبعت الNetwork Layer آه نعمل detect للأتاكر قبل قبل محتى يدخل الهوست اللي هو الكمبيوتر أوكي فهاي بتكون بالNetwork Layer عشان هيك منقدر نعملها detect بس كتير صعب لأنه مستوى داتا إزنكريبتد فالناس تقدر تعمل سبوفين وتغير النتورك داتا النبس هي Network Intrusion Protection System آه pretty much هادي تشتغل مع هاي نوعا ما آه they work together so when something is detected the action is 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 يعني done or computed or the action is taken by the preventer the Network Intrusion Prevention System يعني بيعمله drop للباكت أو ما بيخليه يوصل أصلا يعني ممكن أنا أبعت إيميل لحدا بس الإيميل حتى ما يوصل أوكي فهي عن طريق Network Intrusion Protection System ال-Inline AV اللي هو SMTP Messages are scanned at each session آه أظن ال-SMPT هو زي TCP Protocol وال-UDP أظن يعني هو نفس الشي بس هو آه يعني بروتوكول يمكن للMessages بس أو إشي زي هيك فأمنات شور بس هو نوع من البروتوكول فممكن حدا فممكن مثلا آه نعمل نعمل سكان لهدول لكل الأشياء اللي بتصير بهذا البروتوكول لأنه أصلاً we can detect these stuff لأنه حتى بال-Network layer بيكون مكتوب إيش البروتوكول اللي مستعمل مش عارف ناسي في أي layer بس بيكون مكتوب يعني يعني أي بورت مستعمل وهاي الأشياء طبعاً هاي كلها التفاصيل أخذناها بال-Computer Network course أه الكيوينج أه 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 ويكون فيها الناتوارك ويكون فيها الناتوارك وباقي الانفرميشن بيكون الكريبتد. الهوست بيسد انتروجن ديكشن سيستم بيكون بالكمبيوتر نفسه. يعني لما يوصل الانفرميشن للكمبيوتر نفسه رح يكون ديكريبتد ورح يكون يعني ديكريبتد ومنقدر نشوفه يعني مثلا لما يوصلني ايميل بالنتوارك لير انا ما بدر اعرف شو مكتوب جوا الايميل. كيف بدي اعرف اذا هذا انترودر ولا لا صعب كتير. لكن اذا عندي هوست انتروجن ديتكشن سيستم لما يوصلني الايميل عن الكمبيوتر. اه ايش بسوي? بيكون عندي الايميل اه ديكريبتد. فبقدر اقرأ الايميل ومن من طريقة القراءة او هاي الاشياء. بقدر اعرف معلومات اكتر. وفي هاي الطريقة بقدر اعمل ديتكت. وقدر عمل ديتكت يعني الهوست انتروجن ديتكشن سيستم بقدر يعمل دتكت. فا... اوكي اه فهونا لو لاحظنا انه عندي الدي تيكشن دائم رجيل انتروجن ديكشن سيستم تروجن تيكشن سيستم. رجيل انتروجن تيكشن سيستم وعنا الويب أنالتكس وهاي إشعني بجينيانت مش عارفة الـ DEP هي الـ Data Execution Prevention so in DEP it prevents so it's usually used to disrupt the exploitation okay and okay so HIDS بس تنفع after delivery لو لاحظنا لأنه بكون وصل للكمبيوتر فافتر أنه خلص وصل same thing for the DEP Data Execution Prevention هل تشروط جيل بكون after installation the idea is that you create a directory tree where you copy or link all the system files needed for a process to run since it can't actually reference paths outside the modified route it can't maliciously read or write to those locations okay so هاي يعني اللي فهمتو من التروت جيل أنه هي فعليا ما بتمنع وجود وجود شخص okay بس إش بتمنع؟ بتمنع الـ Installation لأنه it can't maliciously read or write those locations فما بيقدر ينزنوا okay 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 so هاي طريقة حلوة I think نعمل نعمل copy or link all the system files needed for a process to run okay okay فا okay بعدين عنا تاربت هوا سربت 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 تاربت بكون في الكماند كنترول Fl dominating هوا سره هوا سربت هوا سربت هوا سربت هوا Ros Joan ل send هوا سرند هوا سرح هوا سربت هوا شخص هوا سربي vi هوا سر علي أن نعمل will command and control so we can deceive the the adversary by changing the domain name and IP address okay hello Anna example and courses of actions example consider an example series of intrusion attempts from a single APT campaign that occur over seven months time frame in December defenders detect the weaponization hi any detect and lock the delivery okay but uncover a new brand unmitigated zero-day exploit in the process in March the adversary reuses the same exploit okay so who were and an adversary how will do weaponization and delivery and they can do it block but the adversary discovered the way to block when they made it block can be able to learn from this block which was in front of her face can be able to learn the way to get rid of this block the first attack the first attack was blocked this is sir he he attempted again in March and he jumped to the exploitation he reuse the same exploit but involves the weaponization technique and delivery infrastructure circumventing detection and rendering those defensive systems ineffective okay by June the defenders updated their capabilities sufficiently to have detections and mitigations layered from weaponization to command and control okay the the following one is that he learned that he learned about it and at the same time the defender of the defenders will also be learning about it everything that is when you come to attack all the attack he learns from the attack he learns from the attack he learns from the attack he is like he is repotable against the attack he is just or is inside of attack or the attack by another way بطريقة جديدة لكن المرة الثالثة قدروا يعملوا لدتكت يعني هون ما قدروا يعملوا لدتكت لكن لأنه قدروا يكتشفوه لقدام فتعلموا كيف يعملوا لدتكت أوكي فبهاي الطريقة يعني هون لدتكت هنا ما قدروا يعملوا لدتكت بس بعدين قدروا هنا ما قدروا يعملوا لدتكت بس بعدين قدروا وكي بفرامي برعالي وكي أردت بشكل مجرد وكي أردت بشكل مجرد بفرامي برعالي effect of their defenses against the intrusion attempts اوكي هنا يعني هاي الهقصهم بتكون زي reconstruction اوكي هنا عنا ال reconstruction intrusion reconstruction اول شي انا ان intrusions may have varying decrease of correlations but the inflection points where indicators most frequently align identify key indicators these less volatile indicators can be expected to remain consistent predicting the characteristics of future intrusions with greater confidence and more frequently they are observed the adversaries persistence become a fingerprint which the defender can leverage to strengthen his posture okay reconstruction aims at determine determining the patterns and behaviors of the intruders their tactics techniques procedures tactic techniques procedures to detect how they operate rather than specifically what they do I command we discussed it before and we try to learn the behavior rather than just copy the previous behavior and add this pattern and we follow what he the behavior may be so resilient defense حنا خلصنا للهاي عنا رزيليان ديفنس اظن رزيليان ديفنس بكون الاخر تلاتة صح حتى حيث لأ قبل ما قبل ما قبل ما قبل مقبل حتى خلنا نشوف حتى خلنا نشوف إلستراتي الثالثة في الوصف الثالثة تحديث أن تحديث في الوصف الثالثة وإنهاتباً لطولة إلستراتي الثالثة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نفهم من الاركتكتر ونفهم احنا وان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر seems that we are somewhere احنا ما درسنا approaches احنا ما درسنا احنا ما درسنا احنا ما درسنا هنا سوف نحن 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 حسنا 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 ساعد لي حسنا حسنا قلنا انو وصل لخمس اشخاص ايميل معين و انكشف هذا الايميل انو الاناليست اكتشفوا انو هذا الايميل فياته malicious attachment و هذا الماليشو اتشفوا امن انا او ربط ادوب اكروبات PDF و اتشفوا اتشفوا و انو اتشفوا وتاند انو اتشفوا اثشفوا اتشفوا ندم 3. فهي اكسploited this قبل ما يسقولها patch and the attack reconstruction within the weaponized pdf there are two other files being been a benign pdf and a portable executable. الفكرة هنا انه لما الشخص يفتح على الاتجمنت بطلع له عن جد pdf وعن جد الكونفرنس وعن جد يعني كل شي it's legitimate يعني looks so real okay فالشخص اللي بيفتح الاتجمنت ما بيكون عارف انه في معا execute portable executable backdoor installation file. these files in the process of weaponization were encrypted using a trivial algorithm with an 8 bit key stored in the exploit shell code. فالدكتور هون حكالنا انه انه سألنا ليش ليش في انكريبشن. الفكرة انه في انكريبشن عشان ما يكون detected لانه مصحنا عنه intrusion detection ومدري ايش هاي الاشياء. وهي الاشياء they detect they detect the code they detect the code that is used for the attack. فهمه they encrypted it using a trivial algorithm يعني a very easy to crack algorithm in the exploit shell code. upon opening the PDF shell code exploiting CVE20090658 would decrypt the installation binary place it on a disk C drive and settings username local settings and it's an executable file and invoke the shell code. the shell code would also extract extract the benign PDF and display it to the user okay the installer illegal fssm32 would extract the backdoor components embedded within itself saving the execute and the hlp files as yeah an executable and i explore dot hlp another version dot hlp so خانا شوف اشن حلP i don't think it matters a lot though system file once active the backdoor would send heartbeat data to the command control server via valid http requests يعني حتى لما يبعث ال command to control بنبعث بطريقة يبين زي كأنه normal traffic okay okay so i think kind of sushi received received piume tariff received from blah 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 date from blah 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 subject to reply message please submit one copy are acceptable of this form and one copy whatever example one عندنا ال-indicators اول شي راح نحط الفيزز من واحد لسبعة اليسار على اليسار بعدين راح نحط الاشياء كلها بالتدريش اول شي راح تكون الريسيبيانت لست اللي هم الخمس أشخاص والبنين فايل اللي هو البيدي اف فايل الويبن ايزايشن اللي مستخدمينه انه عملوا انكريبشن ويك انكريبشن ايزايشن اللي هو البيدي ايزايشن اللي هو الشل كوت قلنا هاي هو اول ناس وهاي هي في اول اشي بس احنا قلنا احنا we cannot detect this لانه كتير صعب والان البداية هو هنا سويه اخضر هادا الاكسپلويت ايشن هادا الاشي كيف عرفنا انه هو بالاكسپلويت ايشن لانه هو استخدم هادا الفايل قبل ما يشيله الفولنرابيليتي فهذا هو الفولنرابيليتي هادا الاكسپلويت ايشن and delivery كان عبر الإيميل الانسطوليشن كان هاي الاشياء اللي قرأنا هون الانسطوليشن هاي الانسطوليشن الاصفر الانسطوليشن بعدين عندنا الكماند و كنترول اخليها بال مثلا الاحمر كماند كنترول الانسطولار كنترول هلا أعنى example two one day later another intrusion attempt was executed analysts would identify substantially similar characteristics and link this and the previous day's attempt to a common campaign but analysts also noted a number of differences the repeated characteristics enabled defenders to block this activity while the new characteristic provided analysts additional intelligence to build resiliency with further detection and mitigation course of action ايش صار انو الايميل اللي was common on both march 3 and march 4 activity يعني هادا غباء يعني هما استخدموا نفس الايميل اللي اكيد هلا yeah detect it as spam but the subject matter recipient list attachment name and the most importantly the downstream IP address was different analysis of the attached PDF revealed an identical weaponization encryption algorithm and key as well as identical shellcode to exploit the same vulnerability which is the portable executable installer and the PDF was identical to that used the previous day and the benign PDF was once again an identical copy of a file on AIAA's website so here we have the same thing so here we have the same thing okay so how they come on how they come on how they come on okay example three over two weeks later here we are going to see how the adversary is persistent a significantly different intrusion was identified due to indicators overlap through minimal with intrusion 1 and 2 this email contained the powerpoint file which exploited the vulnerability that was not until that moment known to the vendor or network defenders the vulnerability was publicly acknowledged 10 days later by Microsoft as security advisory and identified as Kevin and Microsoft issues a patch May 12 in this campaign the adversary made a significant shift and using a brand new zero-day attack tell you and the email contained a new sending address new recipient list different benign content displayed to the user from missile 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 defense to celebrity makeup and the malicious powerpoint attachment contained a completely new exploit however the adversaries used the same downstream IP address 26 to 16 ABC XYZ 76 to connect to the webmail service as they used in intrusion 2 the powerpoint file was weaponized using the same algorithm as the previous two intrusions but with a different 8-bit key the portable executable installer and the backdoor were found to be identical to the previous two intrusions the same the same the same the same the same the same command control the same so conclusion sixty-four in conventional network defense tools result 2 vulnerability-driven analysis forensic analysis of the incident response مناطق الضوار مناطق الضوارات We describe phases of intrusions and then we map adversary kill chain indicators to defender course of action We identify patterns that link individual intrusions into broader campaigns and understand the initiative nature of intelligence gathering that translates into إليها الوطفة فالفكر أنه الآن أجد أنه يجب أن تجد كل أجل ستطور ويحفل هذا كما ومع or more intelligent intrusion detection system we can use some features to relate and study if we keep this in the memory and compare it to the second one then we will have some similarities and in this way if the IP address is the same we can link all three to the same exact person and if all three are same person now we have now we have an idea of how this person works ok and we have like a fingerprint so that's what I think is the case ok so we describe phases of intrusions which are the seven phases which are the seven phases will mapping adversary kill chain indicators to defender courses of action and then then and then to pass you'll kill chain indicators I don't have seven phases indicators همّا موسيقى موسيقى what defenders can do given a specific kill chain موسيقى 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 موسيقى